في ظل الإنقلابات والمتغيرات التي ترسم مسار العلاقات السياسية بين الدول أو الكيانات أو الشخصيات السياسية يتساءل البعض في حال العودة هل تعود المياه إلى مجاريها بنفس الصفاء أم أن للقصة ما لها وما عليها العلاقات بين أربيل وأنقرة تشهد مرحلة جديدة تسودها الإيجابية بعد أن شهدت توترا في عقاب استفتاء الاستقلال الذي أجري في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2017 ويؤكد مصدر مطلع من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن العلاقات بين الأقليم وتركيا تشهد تطورا ملحوظا في العديد من المجالات كما ستشهد العاصمة أنقرة إعادة افتتاح ممثلية حكومة أقليم كردستان في وقت قريب وذكرت مصادر أن مهدي آغر النأب السابق عن العدالة والتنمية عن ولاية آمد ديار بكر والذي ينوي الترشح لرئاسة بلدية في اسطنبول قد زار أربيل مؤخرا كما التقى برئيس وزراء إقليم كردستان شيرفان بارزاني لطلب مساعدته من أجل أصوات الكرد ولعل أبرز ما تشهده هذه العلاقات ما أفاد به مسؤول بقطاع النفط العراقي يوم الجمعة أن شركة نفط الشمال رفعت طاقتها التصديرية من النفط الخام عبر خط أنابيب إقليم كردستان إلى ميناء جهان التركي بمعدل 100 ألف برميل يوميا وذكر المسؤول الذي طلب عدم تسميته أن معدلات تصدير النفط الخام من حقول كاركوك الشمالية إلى ميناء جهان التركي ارتفعت إلى 100 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب كردستان بعد أن كانت الأسبوع الماضي بحدود 50 ألف برميل يوميا وكان العراق شرع الأسبوع الماضي باستئناف عمليات ضخ النفط الخام من حقول كاركوك الشمالية عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جهان التركي بمعدل 50 ألف برميل يوميا وذلك بعد توقف دام أكثر من عام بسبب الخلاف السياسي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان واستقرت صادرات العراق من النفط الخام من جنوب البلاد عبر ميناء البصرة الشمالية الخليج بمعدل 3 ملايين و 500 ألف برميل يوميا اشتركوا في القناة